احنا عايزين نريح بس الأمهات والأباه اللي بيسمعونا يا جماعة شخصية طفل المتنمر أو حتى الراشد المتنمر الكبير دايماً المتنمر بيروح يدور على نقطة ضعف فأنت ما تردهوش وتظهر نقطة ضعفك يعني الأطفال اللي بتروح تتضرب وياه في عيق خلاص هو خلاص بس هو ده اللي هيتعامل عليه بكرة الحفلة بتاعتنا يا أولاد لأن المتنمر بيحب دايماً الشلالية إنه هو يدور على أطفال إنه هم بقى دراعوا اللي هو هروحوا دايقوا الولد ده بص الولد ده لابس نضارة إزاي يبقى لو هنقول نقطة أول حاجة اللي يضربك ما تضربوش بالضبط نمرة اثنين كون قوي ما تبقاش ضعيف وأهم حاجة أبعد عن المكان اللي فيه متنمره لأن فيه أطفال بطبعها برضو اللي هو إيه أنا اضربت مبرح فهروح أشوف النهاردة هيدربني ولا هيعمل إيه وتلاقيه تاني يوم رايح نفس المكان طب أبعد عنه بس أبقى قوي مش خايف منه بالضبط أنا وتتفهم جملتي صح أنا بقوله إبعد عن المتنمر مش ضعف منك تفادى الموضوع إنه هو يحصل فيه احتداد لأن ده سلوكه مش كويس وفيه حاجة مهمة جدا أنا حتى لما بمنع ابني إنه هو يتفادى حد من أصحابه أنا بقوله أنا رفضة فيه سلوك مش رفضة شخصية عشان أربيه على كده إنه ما يبعدش عن الناس أنا بحبك معنى مشكلة معاك أنا عندي مشكلة مع سلوك السلوك ده هو الخط بالضبط أروح أقول لي الميس فيه نقطة بقى للأسف وهي تقريبا هي الأزمة لأن بعد كده لما الطفل بيلاقي إن حقه مجالهوش بيطار نووي يستخدم العمر الميس ما عملتش حاجة ماما مش أنت يوتيها أروح أقول لي الميس قلت لها وقيت لي روح مكينك ما أنتو كلكم بتضربه في بعض الفشل أو التجاوب السلبي من المعلم ده غلط جدا لازم أتفاعل حتى لو مشكلة تفهى خد مني الزمزمية شد الكيس بتاع مثلا أي حاجة بقى فبالتالي لازم أخذ رد فاعل أخذ رد فاعل إن أنا أوقف اللي بيحصل طيب أنا ما لقيتش يعني رد فاعل مناسب من الميس أنزل أروح للمشرفة ما حصلش أروح مثلا أدخل للوكيلة بتاعت المدرسة ما حصلش أروح للمدير أنا كأم ما سكتش لأ ده الطفل أنت كده جوه المدرسة أنا بوجه الطفل إن هو اللي يروح بالضبط أنت مصدر قوتك من نفسك مش لازم أكون مودة معاك لأن أنت عندك مثلا وليكن التنمر هو في النادي في التمرين أو لقدر الله اتعرض لخطف أو اعتداء ماما مش معايا فمعنى كان أنا هستسلم لازم أكون شخص قوي بيدافع عن نفسه لازم أطلب بحقه حتى لو ماما مش معايا كل ده حصل وهو جي حكهولي في البيت طب عرفت تجيب بقى حقك رابو شاطر أنا مستوطة منك جدا معرفش تاني يوم أروح معاك ترجمة نانسي قنقر